تقبلنا بعد ما تعرفنا على بعض انا عايزة اقول لكم قد ايه شوفوا الصدفة بتقرب الناس تعرف الناس ببعض من غير ما يكون فيه اي تخطيط انا حسيت ان وراء التغريدات او التويتات بتاع الدكتور نايل ان فيه ضمير وطني مصري من الدرجة الاولى وفي حب البلد وفي حب الوطن انا مش عارفة نبتدي منين بس اذا كنا احنا عارفين ان عندنا النيل وعندنا السحرة الشرقية والغربية والجنوب والاسار والارض والرملة اللي حنقدر نعمل منها سروات احنا عمرنا ما بنفكر الا في مية النيل يا ترك كده فكرنا في مية البحر لان البترول والغاز والسروات الطبيعية اللي موجودة تحت مية البحر دي ممكن تغير مستقبل بلد صحيح من يملك قاع البحر البحر ده لكل الدول اللي محيطة بي ولا المياه الاقليمية بتاعتنا بس والنهاردة حضرتك هتكشف لنا عن مفاجأة مثيرة جدا ان البحر ممكن يكون فيه ثروات واهم من الارض اللي احنا عاشين فيه عالية فوانه هناك صراعات دولية وسياسية واقتصادية على من يملك قاع البحر نخدش بقى في موضوع فانو وتحكي لنا بس البرازيل حصل فيها ايه برازيل وحاجات كتير تانية الحقيقة هو يعني انا ما كنتش مخططين للسؤال من يملك قاع البحر بس ده كويس سؤال ممتاز رائع الحقيقة لانه جاوب اللي جاوب على سؤالك دوت جاوب عليه سنة 1509 ياه ايه اللي جاوب عليه ساعتها كان فرانسيسكو دي ألبو كيركي ايه ده كان مستكشف بورتغالي وكان متدايق جدا بعد اندلس سقوط الاندلس قال ان احنا لازم قال كلمة جملة واحدة ماري نوستروم البحر لنا ماري نوستروم البحر لنا ايه خلاص اتردنا من الارض يبقى البحر لنا مش بس اتردنا من الارض الطريقة الوحيدة للقضاء على حضارة انك اقطع عنها البحر الله فاللي حصل بعدها في خلال الخمسين سنة اللي بعدها البرتغال راحت واحتلت كافة المواني الكبرى في العالم الاسلامي من طنجا لغاية مانيلا صح او ما ادرتش تحتل المدينة كانوا على بعد مرمى مدفع منها يعملوا حصن صغير ايه يضرب المينة الكبيرة ايه فده تم في الفترة دي مش عايزين ندخل في التاريخ كتير بس حلو ده ده تفسير جميل فالبحر دايما هو روح اي حضارة لازم تبقى موجودة فلذلك كان لازم تهتم الحضارات بحماية وصولها للأسواق عن طريق البحر فده ده ما حصلش للأسف مؤخرا في المنطقة عندنا حضاريك سألتي على كمان البرازيل البرازيل البحر بالنسبة لهم كمان فيه ثروات كتيرة البرازيل كانت دولة تتعاقب عليها الأنظمة العسكرية الى أن جاء وكان فيها فساد الروكب فيها فساد هائل لغاية ما جاء لولا دي سيلفا وصادف في نفس الوقت أنه بعدها كان قبله كان قبله وعلى طول كان فيه أزمة اقتصادية طاحنة وظهر التكنولوجيا جديدة للحفر العميق فبنيوصل للأعماق الأكثر من ألفين متر تحت سطح الماء ويحفروا فحفروا حقلين كبار كامبوس ولانوس الاتنين دولة تحفروا مع بعض في ألفين وثلاثة الحقلين دول جابوا للبرازيل ما يقدر بحوالي 25 مليار دولار سنويا 25 مليار دولار سنويا من حقلين غاز بس